المشاهدين الكرام مرحبا بكم ومساء الخير تميز تقس اليوم بهبوب رياح قوية قرب الجنوب كانت مثيرة لدواوير رملية سبط شوية أمتار ضعيفة بقفصة ودرجات الحرارة حافظت على نفس المستويات تتراوحت بين 28 و32 بالمرتفعات والمناطق الساحلية في تونس العاصمة كانت في حدود الـ 31 بقية الجهات تتراوحت بين 32 و37 درجة في أقصى الجنوب بلغة 38 درجة تقس اليوم كان مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد وتكثفت تدريجيا بعد الظهر بعض السحب الليلة بش يتواصل التقس مغيم جزئيا في كامل الجهات مع إمكانية نزول أمتار تكون مرفوقة بخلايا رعدية في كامل مناطق البلاد درجات الحرارة الليلة تكون بين 19 و24 في الشمال والوسط وتكون بين 21 و26 بالجنوب وتوصل لـ 28 درجة بأقصى الجنوب غضوة إن شاء الله بش يتواصل التقس مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد مع إمكانية نزول أمتار متفرقة في كامل الجهات وتكون مرفوقة بخلايا رعدية مع إمكانية تساقط البرد بالشمال والوسط درجات الحرارة بيش تحافظ على نفس المستويات تكون في حدود 28 في زغوان وتونس 27 في نابل وبنزرد 24 في باجا جندوبة 25 25 زادة في سيليانة 24 في الكيف 24 في القصرين 30 في سيدي بوزيد و32 درجة بالقيروان تكون في حدود 27 في سوسة والمونستير 26 في المهدية 26 في سفاق 27 في جبس 31 في مدنين 33 في تطاوين 33 في كبلي وتوزر 30 في جفصة 35 في الرمادة و37 درجة ببرج الخضرة فيما يخص الملاحة والصيد البحري ثم إعلام برياح قوية بدل يوم على الساعة الواحدة بعد الزوال ويهم خليج جبس ثم لاحقا بقية السواحل غضوة ثم منخفض للضغط الجوي قرب الجنوب متجه نحو خليج جبس يتزامن مع منخفض متوقع للضغط الجوي قرب السواحل الشمالية في خليج تونس الريحة تكون جنوبية غربية فجنوبية شرقية سرعتها تكون بين 15 و25 عقدة وتصل مؤقتا إلى 30 عقدة وتتجاوز ل40 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون مضطرب في خليج الحمامات الريحة تكون شمالية شرقية سرعتها تكون بين 10 و15 عقدة وتتجاوز ل35 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون قليل الاضطراب في خليج جبس الريحة تكون شمالية شرقية وسرعتها تكون بين 20 و25 عقدة تتقوى فعليتها بعد الظهر وتكون بين 25 و30 عقدة وتتجاوز ل40 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب درجات الحرارة ببعض المناطق الأجنبية والعربية نوقشات 37 24 في الدار البيضاء 24 زيدة في الريبات وتقسيكون صافي الجزائر تقس ممتر 23 ترابولس تقس مغيم 30 القاهرة 38 42 في المدينة المنورة ومكة المكرمة والتقسيكون صافي الدوحة 39 توصل 43 في الكويت أبوظبي 34 36 في دمشق بيروت 27 عمان 33 43 في بغداد 29 درجة بالقدس الشريف بالنسبة للبلدان الأجنبية اسطنبول 26 تقس ممتر في موسكو نلقاو 14 تقس صافي في أثينا توصل 30 درجة 30 زيدة في روما فيينا 26 مع شوية سحب أمستردام 22 برلين 22 وكوبنهاجن 18 درجة لندن تقس مغيم 18 بيريز 23 مع شوية سحب تقس ممتر في ستوكهون نلقاو 19 جناف 21 بروكسيل 22 مارسيليا 26 27 في مدريد والتقس يكون صافي و23 درجة في لشبونة والتقس زيدة يكون صافي توقعاتنا الجوية إن شاء الله للنهارات الجاية ثم انخفاض في درجة الحرارة النهار 3 تكون بين 22 و 26 درجة في الشمال والوسط وبين 28 و 32 ببقية الجيهات ثم شوية سحب عبره في أغلب مناطق البلد مع أمكانية نزول شوية أمتار متفرقة في الشمال والوسط الريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مضطرب في كامل مجالاتنا البحرية النهار 4 الريح زيدة تتواصل من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات البحر زيدة يتواصل مضطرب في كامل مجالاتنا البحرية درجة الحرارة بشتعرف ارتفاع طفيف لما شوية صحب عابرة في أغلب مناطق البلاد أوقات الشروق والغروب الشروق حول الله هدى يكون على الساعة الخامسة والغروب على الساعة السابعة وستة وثلاثين دقيقة مزيد من المعلومات والإرشادات تزوروا الموقع الخاص للمعهد الوطني للرسل الجوي تبعثوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا بالموازع الصوتي ثمانية ثمانين أربعين أربع أسفا وتوا نقول لكم شاهية طيبة اشتركوا في القناة